وعشان كده تلاقي الصادق ماله تلاقي الصادق دايماً في الحب واسع يحب الناس كلها تلاقيه ما بيشيلش تلاقي الشخص الصادق سبحان الله ما بيشيلش تلاقيه دايماً ايه؟ يحب ويتحب تلاقي الناس بيحب اللي حبايبه كل حاجة ويتلاقي الصادق ما بيتملكش الناس ولا الناس بتكونوا بتاعها يعني لما الأم تكون صادقة الحب مع ولدها علموا أولادكم الصدق في الحب إنهم ما يتملكوش أحبابهم وانتوا كمان ما تتملكوش أولادكم وانتوا كمان ما تتملكوش أحبابكم ولزايك ما بيحسنش الحب إلا الصادقون صدخ ما يبقىش ما يحسنوش غير واحد حاسس إن الحب ما ينفعش إلا يكون حقيقة يكون عيشة يكون في التفاصيل ما ينفعش واحد بيحب واحد ما يشوفش غير مساوءه لكن هو عشان هو صادق بيصدق إن الشخص ده في حاجات جمينة زي ما هو في حاجات جميلة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه حتى يكون صادق تلاقي الصادق في العمل يدفعه صدقه في النية وصدقه في العمل يستمر مهما كانت ظروف العمل مهما كانت العراقين مهما كان الناس اللي بيسرقوا جهده ويستمر في لأنه صادق صادق فيه مش في حب للعمل صادق فيه النية والقيمة اللي هو بيحملها وبتخليه يعمل يعمل تحت أي ظرف تلاقي الصادق مهما تغيرت عليه الأحوال بيستمر بيستمر في العمل بيستمر في الحب بيستمر في الناس وهو ذات العلم وحضرة النبي للناس ليس الواصل والمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله تلاقي الصادق بيشوف فضل الله عليه بالناس اللي حواليه الصادق ده أكتر واحد بيعيش في النعمة يشوف كده في ناس بقى يفهموا الصدق غارة يفهموا أن الصدق بيخليهم يشوفوا النقمة لا الصدق بيخليك تشوف النعمة فتمتني لذوقتك عشان هي نعمة تمتني لأولادك تمتني لأولادك عشان فتحوا عليك بركة الحياة وتمتني كمان لأصدقائك وزملائك في العمل لأنهم بيتعلم منهم وبتعيش معهم حياة مفتوحة على الرحمن سبحانه وتعالى إيه اللي حاصل؟ الصدق ممتن الولمتنان ده أعظم مفتاح للقلوب ولذلك تلاقي الصادق الناس بتيجي عليه حتى لو أن هي ما بتلاقيش الخداع اللي ممكن تلاقيه عند الناس ما بتلاقيش عنده المجاملة مش مجاملة ما بتلاقيش عندهم النفاق اللي عنده الآخرين بس الناس كلها لما تيجي تعيش وتحب تعيش في أمان وسلام تعيش حول الصادق ليه؟ لأنه هو لو شاف فيهم حاجة جميلة هيمتني لهم من غير مقابل ولذلك الصادق ما تلاقيوش أبدا عامل نفسه مستغني عن الناس والحياة لا ده شايف شايف فضل ربنا في الناس وفي الأحداث فتلاقيه فقير مفتقر لله سبحانه وتعالى دي مولاه وما يشوفش أبدا لأنه صادق أني في حاجة بتنجيه غير الصدق فشايف أن الصدق نجاه وعشان كده دايب في الافتقار لمولاه تلاقي الصادق قليل الإحباط إزاي يعني؟ ده إحنا شايفين الصادق ده إنسان واقع والواقع كله بيدعو أليلا خالص الصادق تلاقي إيه؟ شغال ومهتم ومحب وبيتعلم كتير وما يحبطش وإذا تسد عليه باب هو شايف أنه لو تقفى الباب إيه اللي حاصل؟ قدامه سكة طويلة مليانة بالنعم ومليانة بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك تلاقي إيه؟ تلاقي الصادق مستمر تلاقي الصادق كمان حريف مبدع عبقري في رؤية الجمال في كل شيء في الكلمة في البسمة تلاقيه يشوف في الناس حاجة هو مش شايفها في نفسها فيفتح قلوب الناس للجمال والناس تحس معاه إنه هي في نعيم وفي راحة ونور الإنسان في الحقيقة الصادق هو إنسان قوي مش إنسان جبان الكذب كبن والجذب كمان بيضيع علينا حياتنا للأسف وسلام بقى يا سلام على الحياة كن حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم يزم زو الوجهين الذي يأتي بوجه ويذهب بوجه طبعا نعمل إيه؟ في السوشيال ميديا اللي علمت الناس إنه ممكن تعيش بالكذب فترات طويلة وممكن تعيش بشخصية مش حقيقية وعشان كده بقى عندنا حاجة اسمها الكفر للذات إن انت يبقى عندك شخصية تانية غير ذاتك عايزين نتخلص من كل ده عايزين نربق أولادنا على الصدق أنا عن نفسي لما بتكلم على الصدق ما بحسش إن أنا عايز أخلص لكن تعالوا نقول شوية إجراءات نكلم أولادنا فيها وكأننا بنفتح الباب للكلام عن الصدق ما فيش مانع نتكلم مرة تانية تعالوا نخلينا إحنا الأباء أول إجراء لازم نعمله إن إحنا خلينا إحنا الأباء دايما صادقين بلاش لما حد يكلم يكلمك تقول لابنك رد عليه ويقول له بابا نايم بلاش الطريقة دي أنت هتقولي الكلمة دي وهتعرب منها وهتعرب من أسارة بس أسارة هتفضل محفورة في ابنك أنت كده كرست في ابنك وغرست في ابنك الكدب ليه طيب تعمل كده يا أخي الأولاد دولة عاملين زي بالزبط الصفحة البيضة البريئة أنت كده بتعلم أولادك الكذب وبتقطع كمان سابرهم إلى الصدق فده أول إجراء إحنا لازم إحنا نفسنا نكون عايشين في الصدق ويبقى عندنا شجاعة ومسؤولية بطريق للصدق من أكتر حاجات اللي ممكن كمان وده الإجراءة التانية اللي ممكن تؤذي أولادنا أننا نوصمهم أو نقول لهم حاجة غير الحقيقة بالكذب بلاش كلمة يا كداب بلاش تقول لهم كده أو يا كداب فيصدقوا ويعيشوا بأنهم مكذبين أنت ما ينفعش أنه لما يقول لك حاجة وانت شايف أنه فيه اختلاف في وجهات النظر أو أنه قال لك حاجة بتحرجك ما تقولهش يا كداب هتبقى واصم عنده ويفضل هو حاسس أنه هو للأسف مش ممكن يبقى صادق ساعدوهم يوصلوا للصدق بحكمة ساعدوهم يوصلوا للصدق برحمة ولين ولازم نعرف أن أولادنا في السنين الأولى من عمرهم لما يخترعوا قصص غير حقيقية أوأ وتقولوا عليهم كذبين بالله عليكم ما تقولوا عليهم كذبين ده هم بيحاولوا يشوفوا الدنيا ويكتشفوا الدنيا فبيكتشفوا الدنيا بخيالهم هم مش كذبين هم بيكتشفوا الدنيا بخيالهم إحنا اللي لازم نعلمهم إزاي يقدروا يكونوا متزنين ما بين الخيال وما بين الحقيقة فما نقتلش فيهم الابتكار ولكن نساعدهم على أن هم يعيشوا صح عودوا أولادكم يعني عادة عودوا نفسكم وأولادكم أن لسانكم يخرج منه كل كلمة طيبة كتروا الكلام الطيب والكلام الحل وخلوا الكلام الحلو ده تحواليكم على طول الكلام الحلو عيمن على الناس من الكذب والنفاق الكلمة الطيبة بالطيب القلوب وحنان ولطف وجمال على الناس جملوا قلوب أولادكم بالكلام الطيب واملوا حياتهم بالكلام الطيب عشان ما يقولوش الكلام الخبيث وكمان علموا أولادكم لما يخطئوا يتحملوا المسؤولية وخليكم وساعدوهم ان انتو تبقوا فضالهم ما تعنفهمش وما تضربهمش وما تقزهمش اذا هم عملوا حاجة والتزموا المسؤولية كده ساعتها أولادكم هيتكنابوا الكذب لكن انتو لو شدتوا عليهم وعلمتوهم انه لو قال وتحملوا المسؤولية يبقى يكون دمرها يضطر الى الكذب وانتو كلكم بتشوفوا أولادكم لما يجيوا يبرروا الكذب يقولوا كنا خايفين ان انتو تزعلوا او خايفين ان انتو تعنفونا اخر حاجة لازم طول الوقت طول الوقت ان احنا وبنتعامل نكون صديقين مع الله علموا أولادكم انهم لما يغلطوا يقولوا استغفروا الله العظيم وانتو لازم تكونوا عايشين بداه لما تكونوا صديقين مع الله هيفتح لكم باب الصدق في الحياة وهتعيشوا باب تاني خالص اسمه باب النور والمدد والبركة اللي بتكون في معية الله سبحانه وتعالى لما يكون الناس صديقين